موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المسهل استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس رئيس مجلس العمومي الكندي جريغ فيرغوس بيان لرئاسة الجزائرية أوضح أن اللقاء جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي والأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد المنجي في موضوع آخر تبادل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عمر توراي تبادل الرؤى والتحليل بشأن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية المصدر ذاته أوضح أن الوزير عطاف استقبل رئيس مفوضية إكواس الذي يقوم بالزيارة إلى الجزائر كما سمح اللقاء ببحث سبول تعزيز التنسيق البيني بغرض مجبهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجه دول وشعوب المنطقة بيان الخارجية الجزائرية أضاف أن زيارة عمر توراي تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشور بين الجزائر وإكواس حول المسائل والقضايا التي تخص فضاءهم المشتركة أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الاجتماع التشوري الأول الذي جمع مؤخرا بتونس الرئيس تابون ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنيفي كان ناجحا وهو ليس وليد ظروف خاصة كما أنه ليس بديلا عن اتحاد المغربي العربي أزير الخارجية الجزائري وفي لقاء مع ممثلين عن الصحافة الوطنية الخميس صلت خلاله الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في العديد من الملفات والقضايا الراهنة شدد على أن اللقاء التشوري بين القادة الثلاثة بتونس ليس موجها ضد أي طرف كما أكد وزير الخارجية الجزائري أن الاجتماع التشوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا تمخضت عنه نتائج إيجابية لا سيما من الجانب السياسي جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع التحذير من أي هجوم بري على رفح داعيا إلى ضرورة منع ذلك تحت أي ضرف بن جامع في كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أكد أن مصير الفلسطينيين في غزة مرهون بالوضع في مدينة رفح مشددا على أن أي عدوان عليها سينتج عنه أو سينتج عنه كارثة إنسانية نحذر من أي عمل عسكري في رفح ولا ينبغي السماح بمثل هذا الهجوم تحت أي ضرف من الظروف في ظل تكدس مليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة التي أصبحت المركز الإنساني في غزة إن بقاء جميع سكان غزة على قيد الحياة يعتمد على الوضع في هذه المدينة ومن شأن الهجوم البري أن يترك الناس بلا خيار سوى الفرار إلى مصر ولن يكون ذلك كارثة إنسانية فحسب بل سيكون انتهاكا لا رجعة فيه للسلام والأمن ليس في المنطقة فحسب بل خارجها أيضا ليس فقط في المنطقة لكن في المنطقة أكد رئيس أركاني الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحا أن الإزدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية وتغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب الفريق أول شنغريحا في كلمة له الخميس خلال أشغال الدورة السابعة عشر للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية بالعاصمة الجزائر شدد على أن الواقع الدولي الجديد قد بيّن أن القوة العسكرية ستبقى الخيار الرئيسي للدول في الدفاع عن أرضها وسيادتها هذا الواقع الدولي الجديد قد بيّن لنا بما لا يدعو مجالا للشك أن القوة العسكرية ستبقى الخيار وأن الأنمار العملية العسكرية الكلاسيكية لا تزال خيارة قائمة رغم ظهوراً واع جديدة من الحروب على غرار الحروب الهجينة والتوجه نحو إدراج أدوات أخرى في الثورة الجديدة في شؤون العسكرية على غرار الذكاء الاصطناع وقد أظهرت هذه البيئة لاستراتيجية جديدة إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع النشوب الحروب وذلك لأسباب مختلفة أهمها الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة والتغليم منطق القوة والمصالح الوطنية على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم رئيس أركان الجيش الجزائري أشاد في السياق بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية إلى جانب دورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها وفي هذا الإطار يجب الإشادة بالمساهمة الدبلوماسية الجزائرية بسياساتها الخارجية الحكيمة وحنكتها في حل النزاعات بالطرق السلمية ودورها الثابت وقناعتها الراسخة في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها ومثابراتها في الدعوة لإقامة نظام دولي أكثر عدلا وإنسانية بما يتوافق مع النصوص الدولية ذات الصيلة في الصحراء الغربية أكد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2024 حول حالة حقوق الإنسان في العالم مستمرار الاحتلال المغربي في القمع والتعديب بالأراضي الصحراوية ذكر تقرير نشرته المنظمة أن السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع المعارضين لسياسة المغرب في الصحراء الغربية وتقييد الحق في حرية التعبير والرأي والتجمهر السلمي في الإقليم كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المغربية أقدمت على تعديب أشخاص وإساءة معاملة كل من يعارض سياسة المخزن في ليبيا ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكال الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لإنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعيا لتحقيق الاستقرار في البلاد وكامل المنطقة حسب بيان للمجلس الأعلى للدولة التقى رئيس المجلس محمد تكال الخميس مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو بمقر المجلس وناقشا مستجدات الوضع السياسي الليبي بعد فشل مهمة المبعوث الأممي السابق واستقالته كما بحث المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم إلى هنا مشاهدين نأتي وإياكم إلى ختام النشر المغربية فامان الله اشتركوا في القناة